موسيقى وفاة رجلنا في طهران تؤكد حق فلسطين تبحث الولايات المتحدة وإيران عن وقف التصعيد لا توجد صفقة أفضل من صفقة سيئة موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة رجلنا في طهران يؤكد تؤكد حق فلسطين هذا الموضوع شوية يعني فعلا هو خارج الحدود لأني سأتناول قصة ضابط مخابرات في الكيان الصهيوني توفي قبل أيام وأنقل ما نقلته الصحف الإسرائيلية عن حياة هذا الرجل كيف ولد أين ولد ومتى هاجر إلى فلسطين يعني هم يقولون هاجر إلى فلسطين ونتحدث عن حق فلسطين وأن فلسطين باعتراف قادة هذا الكيان الصهيوني اللقيط كانت موجودة وكانوا كلهم يحملون كل أولئك الذين عاشوا في فلسطين أو الذين هاجروا إليها قبل العام 1948 كلهم كانوا يحملون الجواز الفلسطيني فمثلا نجي إلى صحيفة هارتس تقول هذه الصحيفة وفات رجولنا في طهران رجولنا في طهران يعقوب نمرودي نمرودي الذي غاجر من العراقي وعمل ملحقا عسكريا إسرائيليا في إيران هذه الصحيفة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي امتلك فيما بعد صحيفة معارف اليومية وتورط كباك السياسيين الإسرائيليين ومنهم طبعا من يامين نتنياهو تورط في فضيحة تنصت نتج عنها حكم مع وقف التنفيذ طيب ولد هنا المغزى ولد في العام 1926 هذه الصحيفة هارتس ولد في عام 1926 في العاصمة العراقية بغداد لعائلة فقيرة لديها عشرة أطفال انتقل يعقوب نمرودي إلى فلسطين حتى هم يقولون أرض الميعاد إلى فلسطين عندما كان رضيعا هذا النص أنا أنقله لكم باحترافية في الأربعينيات من القرن الماضي وبدعم من إسحاق نافون الشخصية الاستخباراتية الذي أصبح فيما بعد رئيسا لإسرائيل انضم نمرودي إلى منظمة الهاغاناغ اليهودية السرية قبل قيام الدولة الهاغاناغ يعني ذول الهجانة يعني هاي الميليشيا وعصابات متطوعة وكانوا يقومون بعمليات قتل وبالمناسبة هو هذا اشترك هسا نقول لكم من صحيفة أخرى اشترك في أول عملية عسكرية إرهابية استخدفت قتل مصري هذا الحشي قبل قيام ما يسمى بدولة إسرائيل في العام 1947 بعد ذلك انضم إلى قوة البلماح الضاربة التابعة للهاغانا يعني هاي ميليشيا الهجانة حيث كان ضابطا في المخابرات تلاه الخدمة في فيلق استخبارات ما يسمى بجيش الدفاع ووكالة التجسس الإسرائيلية الموساد وبالمناسبة هو نفسه هذا الرجل أسس الموساد وفرع الموساد في إيران في زمن الشاه نجي إلى صحيفة تايمز أوف إسرائيل طبعا نقلت تقريبا نفس المعلومات انتقل المواطن يعني المواطن من بغداد من العراق إلى فلسطين إلى فلسطين هسا يقول هنا يخفف الانتدابية باعتبار كانت فلسطين كباقية الدول العربية العراق أيضا كانوا تحت الانتداب البريطاني يقولون فلسطين أنا هنا أتحدث اليوم لكم عن فلسطين يعني هؤلاء يعترفون على نين بأن هذه دولة طارئة جديدة حديثة يقول انتقل إلى فلسطين بعد وقت القصير من ولادته ذاك يقول رضيعا وخدم كما قلنا في الهاجانا والبالماح وشارك في عمليات سرية للجيش الإسرائيلي هذا بعد تأسيسه أيضا بما في ذلك قبل التأسيس انتبه أول عملية قتل مستهدف على الإطلاق أول عملية قتل يعني اغتيال دولة وقيمت على الاغتيال لهذا لا تستفعد من يقومون باغتيال علماء وخصوصا النوويين وكل العلماء الذين يعتقدون أنهم ربما يساهمون في تعزيز تعزيز قوة العالمين العربي والإسلامي يقول ولد كذا تكرر الصحيفة ولد نمرودي في بغداد عام ستة وعشرين وبعد أسبوعين انتقل مع عائلته إلى فلسطين في الأربعينيات من القرن الماضي انضم إلى الهاقانة كما قلنا وهي ميليشيا إسرائيلية ما قبل الدولة سأحطوا الإسرائيلية ما قبل الدولة وما يوجد شيء اسمه إسرائيل بمناسبة يا حبائي احنا ما نذكر كلمة إسرائيل ولا نريد أن نذكر كلمة إسرائيل مو لأنه احنا ما نحترم كلمة إسرائيل بالعكس احنا علينا وتشوف بالقرآن الكريم كلما ذكر بنو إسرائيل بني إسرائيل وإنما تشوف تشوفهم في مورد المدع أما أولئك الذين حكم الله عليهم أن يكونوا في التيخ دائما مذكورين في باب الذنب فإحنا هنا لأنهم أخذوا هذا الاسم وسموا به دولتهم اللقيطة نحن لا نريد أن نعود الناس على أن دائما يذكرون اسم دولة لقيطة سميت إسرائيل شارك في أول عملية اغتيال مستخدف يعني واضحة لهم هدف وقعدوا وقرروا اغتيال في العام 1956 مما أسفر عن مقتل مصطفى حافظ العقيد المصري الذي قام بتجنيد اللاجئين الفلسطينيين كما يقولون لتنفيذ عملية هجمات فدائيين يعني كان يساعد اللاجئين الفلسطينيين هذا هو صار مواطن اجي من العراق وذول صاروا لاجئين فلسطينيين فلسطينيين لاجئين بعدما ارتكبوا مجازر كفرقاسم وديرياسين واضطروا الى الهجرة واللجوء بعضهم الى مصر بعضهم الى الاردون وهكذا توزعوا في العالم كله في العام خمسة وخمسين الى تسعة وخمسين انشأ نمرودي وترأس مكتب الموساد في طهران حيث ساعد اليهود من العراق المجاور على الفرار الى اسرائيل وانشأ شبكة تجسس قيمة كما تقول تايمز اوف اسرائيل طيب انتو تدرون هسه هذا الحديث قبل فترة بسيطة احد المؤرخين اليهود العراقيين ايضا مؤرخ يهودي عراقي هذا المؤرخ او قبل ما اتحدث لكم عن المؤرخ احنا بما انه نقول هذا وريده في فلسطين يعني في العراق وراح الى فلسطين وكان يحملوا جوازا فلسطينيا هسه هذا الكلام هم مو انا اقوله بس تقوله جولدن جولدن مائير جولدن مائير تتحدث علنا رئيسة وزراء اسرائيل سابقا تعترف انها كانت تحمل الجواز والجنسية الفلسطينية وتحدثت في جميع تقول كلكم تحملون الجواز والجنسية الفلسطينية قبل انشاء الكيان الصهيوني وتحدثت بكل صراحة تعترف بهذا الفيديو بعدم وجود ما يسمى اسرائيل معترفة بان الحدود الفلسطينية انتبه قبل الحرب العالمية الاولى كانت تمتد من العراق الى البحر المتوسط واعترفت بان تقول انا فلسطينية انا فلسطينية بلسانها واحملوا الجواز السفر الفلسطيني منذ العام 21 وحتى العام 1948 مثل هذا يعقوب نمرودي زين شلون تمت عملية تهجير اليهود ونقل اليهود من العراق وسووا مزاعم واكاذيب يجي مؤرخ يهودي عراقي يكشف الحقيقة الصادمة حول تفجيرات بغداد طبعا انتم ما تذكرون ربما اللي عاشوا بتلك الفترة الله يطول اعمارهم من العراقين يذكرون التفجيرات بغداد في العام 1950 والعام 1951 نفلت بعض التفجيرات التي استهدفت على اساس اليهود العراقيين لحملهم على الهجرة يعني حتى يضطرون يخافون يهاجرون الى فلسطين يريدون فلسطين يريدون الكيان الصيون يستقوم التأسس يريد جالية اليهودية خاصة في العراق علماء وعندهم اموال فقبل فترة بسيطة على فكرة أنا محشيت عنه في احدى حلقات خارج الحدود كشف المؤرخ اليهودي من اصول عراقية افي شلايم ما وصفها بالحقيقة الصادمة وراء تفجيرات بغداد التي استهدفت الاقلية اليهودية في عامي خمسين واحد وخمسين ذكر شلايم في كتابه الجديد ثلاثة عوالم مذكرات عربي يهودي كشف او ذكر ان عملاء صهاينة من جهاز الموساد الاسرائيلي هم من خطط ونفذ تفجيرات بغداد ولفته شلايم الى ان الاحتلال الصهيوني وبعد نكبة اثبانيو اربعين كان يريد جلب اليهود من شتى انحاء الارض الى فلسطين المحتلة باي ثمن ويقول هم فلسطين ها بالمناسبة بعدين ترك اسرائيل هو عاش في الراحة الى هجر الى اسرائيل الى فلسطين المحتلة بعدين ترك الان عاش في بريطانيا يقول هذا الامر دفع هذا الكيان الى تنفيذ يعني الموساد الاسرائيلي التفجيرات لارغام العراقيين اليهود على ترك بلدهم لعدم شعورهم بالامان كما يزعمون والانتقال الى فلسطين المحتلة يذكر ايضا يقول ليش يعني صارت هاي العمليات يقول كان جزء كبير من اليهود العراقيين يرفضوا الذهاب للعيش كمستوطنين في فلسطين المحتلة الا ان تداعيات هذه التفجيرات سهلت من مهادرتهم العراق بلا عودة هذا هو الكيان يعترف زعمائه وقادته ومن عاش فيه بانه لقيط وبان اسمه الحقيقي وبانه اقيب على ارض فلسطين ابقوا معنا اشتركوا في القناة ابحث الولايات والمتحدة وايران عن وقف التصعيد احبائي في الايام الاخيرة ازداد الحديث عن تحركات عسكرية امريكية في المنطقة في منطقة الشرق الاوسط في داخل العراق على الحدود العراقية السورية في سوريا واحنا اشرنا الى ذلك في بعض حلقاتنا من برنامج خارج الحدود لكن لاحظت انا ان هناك مع كل الاسف تركيزا من قبل بعض وسائل الاعلام بس اقول الموجهة لا اقول المتاع يعني التي تتحرك ضمن مخطط او ربما عن جهل اذا اريد انحتى بعض القنوات التي تحسن الظن فيها ايضا هم دائخة بهذا الموضوع شنو التحركات وشنو الامريكان ويجيبون الناس مع الاسف انا اهم اريد انتقد شوية من باب النصيحة المؤمن امرأة اخيه المؤمن وعينه ودليله يعني مثلا بعض الناس هو هو بلسان بلسان حالي هيقول انا شغلتي كذا ما حبا اذكر المهن المهن الشريفة المهن المهن الشريفة طبعا عامل بسيط ويشتغل في مجال معين وانا ما لعلاقة بالقال والقيل تجيب القنوات وتسوق اعلامي اذا صفة الاعلام يعني يعني اذا حتى جورس قرداحي هم لازم البط لقول انا مو اعلامي حقيقة يجي ولزقول كلمة الاعلامي اعلامي ولد كتب لتغريدة على تويتر صار اعلامي ما يسير ولا يعني ولا تبخس الناس اشياءهم ويجي يتحدث في قضايا استراتيجية وامنية ويطعن بالحكومة ويطعن بالاطار ويطعن بالمرجعية ويطعن بالجمهورية الاسلامية وينسب كل مساوى الولايات المتحدة الامريكية وتحركاتها العسكرية والاحتلال وما قبل الاحتلال الحصار على العراق العقوبات الدولية اللي فرضتها امريكا حرب الحروب الحروب حرب عاصفة الصحراء كل ما نتج عن تلك المرحلة حتى حرب صدام العبثية المجنونة على العراق وايران غزوة الكويت كل النتائج السلبية يجيك واحد ما لا علاقة بالموضوع ويعرفوك اعلامي حتى في قضية مصفى بيجي في مصفى بيجي ويجي مو يناقش تحليل لا شفنا البواري وشفنا المدرش ياابه ما هكذا تورد يسوقوا اعلامي وباحث سياسي وينسب كل هذا الامر الى ايران والاطار وحكومة السعيد محمد الشيعة السوداني ياابه والله العظيم انا مو من باب الدفاع لا لا وانتهم يا قنوات ما يصير احترموا احترموا اللي عنده اللي يشتغل بالاعلام الاعلام عنده بصمة يكون عنده بصمة يترك على الاعلام مو مسالف شي كل الدواوين ما شاء الله كلهم يعرفون يسالفون يسالفون احسن مني غير يجيون يحكيون بس هؤلاء كلهم مهيئون لان نطلق عليهم صفة باحث في الشأن السياسي انه باي باحث في الشأن السياسي اعتمارك مسجلة باحث في الشأن السياسي اعلامي انا اتحدث خارج الحدود فاسمحوني اتطرق الى هذه الموضوعات وكل هيقولون والله خلاص النظام السياسي راح يتغير وشوفوا الكارثة يعني واحد اثنين اثنين اربع حولي انها اصبحت ظاهرة انا مطار اتحدث عنها يعني يجون يقولون يا با شنو هاي التحركات العسكري الامريكية قالوها لان النظام السياسي الحالي هؤلاء الذين هم في السلطة انتهوا واقروا عليهم الفاتحة دفنوا الميت اصلا يقول الضربوا في الميت حرام وإكراموا الميت دفنة يا با شنو ميت من الميت الميت العملية السياسية وحكومة الاطار والاطارين خلاص انتهوا وراحوا عزلوا يعبى عزلوا زين القوات الامريكية ليش نفس في نفس الوضع في نفس المكان وفي نفس اللحظة قال لمعود هو من ما استفيد من من هذه الحكم غير امريكا امريكا ما تلقى افضل من ذول يعني تبقيهم وهذا التلفزيون وقلعاتنا الفضائية وخصوصا المحترمة مع كل الاسف مع كل الاسف تسوقهم وما يجي واحد يقول يا با ما انت قبل ثواني وانت وذاك وذاك ناقذتم انفسكم ثم هي امريكا انت تجي وين انت مو تجي من المصدر الحكومة العراقية تتحدث عن تنقلات طبيعية الحكومة العراقية المسؤولة الان ما دام هي خاضت الحوار الاستراتيجي قبل والان والكارثة هو من اللي خاض الحوار الاستراتيجي ومن بحث العراقات العراقية الامريكية نعم الاطار نعم حكومة ادارة الدولة الان هي والاطار باعتبار شكل الحكومة بموافقة حلفائه فيه هسا هم مو حلفاء يعني الذين شاركوا معه في ادارة الدولة خب وزير الخارجية السيد الاستاذ فؤاد حسين من من الحزب الديموقراطي الكردستاني ويقعد يحكي مع الصديق ابن كن وصديق ابن كن وتحاورون ووزير الدفاع خب من الاخوة الاخرين صح ولا لا ورخض الحوار الحوار الاستراتيجي في موضوع القوات الامريكية تتحول شوكت الى قوات تدريب ومشورة هس يعني انصافا مو دولي مو الاطار ومع ذلك تيجي الولايات المتحدة وتيجي صحف امريكية متخصصة تتحدث تقول عمي الولايات المتحدة تبحث وإيران يعني مع إيران تبحث مع إيران عن وقف التصعيد مو بس نريد تبادل سجناء كما تحدثنا في اللقاء السابق نريد نطور هذا الموضوع إلى لا أكبر من صفقة تبادل سجناء مو هم بس خفض التصعيد لا وقف التصعيد زين زين ياب حاملة الطائرات هذا روتين أمريكي وبعض بها رسائل سياسية لا أقول أن الأمريكان لا يمارسون الرسائل السياسية من خلال تعزيز قواتهم العسكرية بل هذا ينضح مقولة أن أمريكا يعني تريد أن تبقي على قوات فقط للتدريب أو للتشاور لأنه من تريد تلقي القوات قتالية بسوريا بول التدريب والتشاور بسوريا قوات قتالية وهي جاي تقول ونفذنا وسوينا ومعرف شنو شون ينتقلون ينتقلون من فادي جريشان من الكويت يجهون للعراق من العراق يروحون للسورية وبالعكس لكن في نفس الوقت أحنا سمعنا هذا الموضوع وقلت لكم في اللقاء السابق الولايات المتحدة الأمريكية دائما هو هاي الغطرس هذا الكاوبوي الأمريكي ومع الجمهورية الإسلامية وحلفائها طبعا وأصدقائها دائما الخيار العسكري موضوع على الطاولة من إش وقت منذ العام 1980 بعد أصل قبل يعني مبعيدة احتلال الطلبة السائرين على نهج الإمام لوكر التجسس السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر عام 1979 وسووا حملية عسكرية تذكروها بدايات بالثمانين في نيسان في طبس وما نجحت الأمريكية لو هتقدر تسوي بس ما تقدر الآن تريد تبحث مع إيران خفضت وقف التصعيد وباعتراف الجيش الأمريكي أحبائي باعتراف الجيش الأمريكي 68% في العراق وثمانين بالمئة في سوريا هذا الجيش الأمريكي يقولون التنظيم الإرهابي داعش انخفضت عملياته العسكرية في العراق 68% وانخفضت في سوريا 80% إذن إذن شنو يعني القوات العسكرة الأمريكية هل لمواجهة داعش هل سمون كنت تقول إذن شنو إذن الموضوع ربما ربما لمهاجمة الدولة السورية هذا قطنا وشي لغة من إذنكم أمريكي في أوج الحرب العالمية للإرهاب على سوريا هي قامت ببعض العمليات العسكرية المباشرة حتى لا تذكرون العدوان الثلاثي أمريكا وفرنسا وبريطانيا بزعم ضرب مواقع بها كيميا وهي كذب ما كوه شي ما سوت عملية عسكرية لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لأن أصلا ما تقدر وتعرف وكون معادلات وحلفاء سوريا تصدوا لها لو كانت تقدر شا سقطت مثل ما فعلوا الناتو في ليبيا في سوريا ما قدروا أنفقوا ما في الأرض جميعا لم يتقل يقول يقول فلتة الفريسي رئيس وزراء قطر السابق بالعكس الآن حديث وأختم هذا حديث من الصحف الأمريكي يقول يقول أن استخدام العقوبات التي استخدموها على سوريا وعلى إيران وفشلت إلى جانب الإجراءات الاستخباراتية المعادية ضد إيران وسوريا ونشر القوات بالقرب من الخليج الفارسي هذا هو الموقع يقول الخليج الفارسي كلها تشير إلى نية الولايات المتحدة لمنع المزيد من تقليص دورها في المنطقة منع تقليص الدور بس أعطاء إشارات لكن في نفس الوقت هو لتهيئة الانسحاب في لحظة ما من كل المنطقة تحديدا من سوريا من سوريا في أعقاب الصراع في أوكرانيا واجهت قدرة البيت الأبيض على ممارسة وجوده يعني وجود البيت الأبيض المهيمن في غرب آسيا الشرق الأوسط تحديات تحديات جدية مما يحتمل أن تؤدي إلى الموقف الحازم الظاهري الحالي للولايات المتحدة سقطت هيبة أمريكا فقالوا شوية رجون يحسنوها يجزون قوات ويسوون إشاعات وإحنا ممكن هم يقولون ولا يستطيعون أن يقولون أنه راح ننفذ عملية عسكرية في سوريا لأنه معادلات القوار كلها ستتغير ورح يشوفون زي هم يريدون يسوون في وقف التصعيد مع إيران إيران حليف استراتيجي للسوريا شلون بطلوا أيها الذيول يعرفون نفسهم تبقى أمانا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الإسرائيلي السعودي لا توجد صفقة أفضل من صفقة سيئة في الحقيقة هذا مقال تفصيلي لفوريان أفيرز الأمريكية وكتبه طبعا دانيال كيرتزير سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في مصر وسفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى الكيان الصهيوني إسرائيل وهو أستاذ لدراسات سياسات الشرق الأوسط في كلية الشؤون العامة والدولية بجامعة برينستون خلفية مهمة تعرف في الشيء في الفوريان أفيرز وكتبه أيضا ساعده اثنين كتبوا هذا المقال أرون ديفيد ميلر هو زميل أول في مؤسسة كارينغي ومحلل سابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية وعمل كمفاوض في الإدارات الديمقراطية والجمهورية لحل الأزمات التي تقع فيها الولايات المتحدة وطبع بمناسبة تعرفون أن الولايات المتحدة الأمريكية من التفاوض هي لا تريد حل الأزمات إذا في المنطقة أو في العالم لأن الولايات المتحدة وهذول الليبراليون الجدد الذين وجدوا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق ولا يزالون يتمسكون بمواقعهم هؤلاء يريدون أن يفرغ يريدون أن تدير الولايات المتحدة الأمريكية الأزمات تديرها مرة نتخففها مرة نتجمدها مرة نترفحها مرة نتنومها وهكذا هذا الأمر طبعا يعني لا أقول اكتشفته المملكة العربية السعودية بس الآن على الأقل يعني المعنيين وأولئك الذين يسمح لهم بالحديث في المملكة العربية السعودية تحليل تقديم وجهة نظر تدافع عن وجهة النظر السعودية الحالية فيما يتعلق بالتطبيع مع إيران وفيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني يقولون حلنا أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدير الأزمات وأزمتنا مع إيران وأزمتنا في اليمن وأزمتنا في سوريا وكل أزمات اللي منخرطة فيها المملكة العربية السعودية ومثل يدد تحليل وهذا جاي يصيبنا بالضرر والضرر الاقتصادي الكبير الذي تشعر به المملكة العربية السعودية خاصة بعد عمليات 2019 في لبقيق وضرب الأرامكو وشفت أن يعني القدرة الإنتاجية وقدرة التصدير أيضا للنفط السعودي انخفضت إلى 50% ضربة وحده وحده وهي رسالة يعني حتى في تلك الفترة تذكرون الأخوة في اليمن تحديدا أنصار الله اللجان الشعبية الجيش اليمني كانوا يطلقون على عملياتهم عمليات الردع وحطوها سلسلة عمليات الردع الأولى عمليات الردع الثانية عمليات الردع الثالثة وهذا يذكرني بالمعاركة التي كانت تخوضها الجمهورية الإسلامية مع نظام صدام عندما زج بالجيش العراقي وبالشعب العراقي في حرب خاسرة عبثية لا يريدها العراقيون أيضا كانت الجمهورية الإسلامية تنفذ عمليات مثلا والفجر واحد والفجر اثنين عمليات رمضان واحد اثنين إلا وصلوا الثمانية في موضوع الفاو أخذوا الفاو فيها فهذا السعودية شافت قالت هؤلاء حلفاء إيران هؤلاء المتعلمين هكذا هم أصلا يقولون إيران يعني يقللون من شئ اليمني ما يقولون نواجه اليمن يقول نواجه إيران وما يقع هاي الكلام يعني إيران استنزفتهم دون أن تطلق رصاصة واحدة ودون أن تتدخل باعتراف الأمم المتحدة خبراء الأمم المتحدة لجان من الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي حتى الولايات المتحدة بالمناسبة حتى السفيرة الأمريكية آنذاك في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة هاي الهندية الأصل من يريدون يقولون إيران يقولون أكو صواريخ تستخدمها اليمن تشبه صواريخ يعني هاي بني يشوفون الحطام أو البقايا الصواريخ تشبه صواريخ صلعتها إيران عموما فقل لك هذا هم راح يستمر يعني الحبل عد جرار وردع ثنين وردع ثلاثة بعدها احنا راح نقعد عرنجات وحتى في منطقة يعني المياه الدافئة خنقول هكذا وكان عدهم استعداد حتى بحر الأحمر باب المندب ومضي قرمز ووصلون هذول أنصار الله بالمناسبة هم هم يعني ليش شنت أقول في كل الأزمات وهي مترابطة كالأواني المستطرقة غابط الإيقاح واليمن بصراحة وأنصار الله تحديدا لأن يغيرون المعادلة هذول هم يغيرون وغيروها للمعادلة فبدأ السعودية تفكر يعني بس احنا هسنا نتحدث بعيدا عن أن ندخل في النوايا لا أريد أن أقول أن الأمر بويت أو دب رفليل منذ مارس الماضي عندما حصلت تطبيع صفقة بكين إيران السعودية هو كان أكوأدهم عينهم وهذا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أنه يطبعون مع الكيان الصهيوني فهس يقولون لهم إحنا لدينا مشكلة أن تروحوا حلوا مشاكلكم مع إيران وحتى حلوا مشاكلكم مع يعني سووا علاقات اقتصادية مع الصين وشفت أكثر من أربعين اتفاقية وقعها الرئيس الصيني في زيارته إلى المملكة العربية السعودية وحتى يعني فسحوا المجال للمملكة العربية السعودية لتقوم بدور لإنهاء أو تخفيف الصراع الدائر في أوكرانيا روسيا تسميها العملية العسكرية الخاصة يعني يقولون لحد الآن هذه ليست حرب إحنا مو في حرب جاء العصاءات حرب شلون فشفت عقدت المملكة العربية السعودية مؤتمر لحل هذه الأزمة وصعد إلى يعني على أقل تقديم شيء من الدعم وإذا شفت حتى في القرارات الدولية التي صدرت بعيدة تنفيذ العملية العسكرية السعودية مع عيدة العقوبات التي أو إدانة حتى لم تؤيد مباشرة إدانة روسيا فمن على الباب الآن الولايات المتحدة الآن الولايات المتحدة يعني إدارة بايدن تريد صفقة ما بين السعودية وبين الكيان الصهيوني ومن أقول لك وقف التصعيد وخفض التصعيد مع إيران في المحاور السابقة وفي اللقاءات السابقة يعني أنه يريدون تهدئة التهدئة يعني تجميد الأزمة تبريدها احنا اتفقنا على أن هؤلاء دائما الأزمات يريدوها بس بره يجمدوها هنا وبره يرفعون التجميد منها فيريدون تجميد الأزمات خاصة فيما يتعلق بالمنطقة فبالتأكيد إذا حصل تطبيع إسرائيلي سعودي ما الذي يعرقله هو حصول حرب في المنطقة حصول حرب في المنطقة يعني هذا الآن ما أقول ممنوع ومستحيل بس أقول هذا الآن لا ليس وارد في المنطقة يعني في العراق في المنطقة يعني في سوريا في المنطقة حتى في لبنان لأنه إذا حصل في لبنان قالهم سماحة السيد نصر الله قالهم خلاص احنا بعد ذاك الوقت يعني حتى قال سأصلي في القدس وهذا محرب نفسية هذه توقعات وفق المؤطيات وفق المؤطيات وانتو لو تروحون تشوفون الجيش الإسرائيلي بين قوسيين وتشوفون الشقاق والصراع الكبير في داخل هذه المؤسسة العسكرية بشكل عام بل حتى داخل المؤسسة الأمنية في داخل هذا الكيان ستتأكد خاصة في الفترة الأخيرة بأنه بالفعل هذا الكيان ينهار من الداخل والعمل العسكري الخارجي سيعجل في نهايته فبأي شكل من الأشكال الآن يريدون صفقة بلا الصفقات بعضهم شي يقول يقول مثلا أحلى هاي الصفقة التي وقعناها مع مصر في العام 1978 صحيح أخرجت أكبر الجيوش العربية من معادلة الصراع أخرجته من معادلة الصراع أو الحرب التقليدية بس أنت تدري لحد هذه اللحظة لا يوجد تطبيع شعبي مع هذا الكيان الصهيوني تدري أحكي لك هاي هاي لفتة بسيطة قبل أن أختم تدري أكو جسر مع المشات يمر على مبنى السفارة وقدما بدأوها عندما جاءت السفارة السعودية الأسرائيلية في القاهرة الشرطة المصرية منعوا مرور المشات من هذا الجسر حتى يعني فأكو واحد من إخواننا العراقيين ما يعرفش القصة مر قال ليش يعني تمنعني من الأمر مننا قال لهذا فتحناها راح كل الناس يجوون هاي السفارة الإسرائيلية راح تغرق من التفل من البصاق هم الشرطة يقولون ويعرفوا فما يدون يعني إحراج دبلوماسي أخوه شفتوا بعض السفارة في العمارة وشفتوا برامج الحكم قبل المزاولة أو بعد المزاولة بعضها بعض المداولة برامج تلفزيونية مصرية كلها تؤكد أن التطبيع فشل شي يقولون هسه في الفوريان هاي الفوريان أفيرز يقولون صفقة جيدة لكن شركاء سيئون شركاء سيئون ما يقدرون يسوه التطبيع مع الشعوب حتى في اتفاقات أبراهام بالمناسبة يقولون صفقة جيدة شركاء سيئون سيئون شنو لأنه أنت لالك أشمروك بهذا التطبيع اللي يصير في وسائل التواصل الاجتماعي وفلان مواطن عربي خليجي راح إلى القدس وفلان راح إلى تل أبيب وإيجا إسرائيلي زار بكة وهذا كل محاولة لإيجاد تطبيع الشعبي نفسي بس هذا كله كذب هذا التضخيم لا هم يعني في وسائل إعلامهم يشكون من أن التطبيع الشعبي مستحيل في اتفاقات إبراهام زين فكيف مع المملكة العربية السعودية كيف فيقولون إذن يعني حتى لو توقع هاي الصفقة السيئة ماكو أفضل منها حتى على الأقل يجدد أو ينجح بايدن في الانتخابات المقبلة بزعم أنه والله أنا جبت لكم السعودية والإيران هم هدأت خفضت يعني الآن القوات ما تتعرض إلى عمليات عسكرية وقف التصعيد خفض التصعيد على أساس أنه يعني أحن الآن في برحلة التفاهم أطلقت سراح السجناء الجواسيس اللي حجيت لكم عنهم بالمحور في الحلقة السابقة وراجعوها حتى تعرفون أن الجمهورية وكرر هي التي انتصرت الجمهورية الإسلامية والعراق الحالي بكل هذه المشاكل بكل هذه المشاكل والطلاب التي يواجهها أمريكا هي التي تتعايش مع الحكومة الحالية سميها حكومة الإطار سميها حكومة إدارة الدولة سميها شتسي سميها سميها هي اللي تتعايش هي اللي تخاف وإحنا نريد الاستقرار ونريد إخراج القوات الأمريكية بالتدريج ووفق مصالحنا بحسب فق الأولويات شنو المشكلة فلا مالا